أكد الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تحرص على استكمال خطط وبرامج دعم ورعاية طلاب ذوي الهمم بكافة الجامعات تقريبا ذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الملف وأشار الوزير إلى دعم الكبير الذي تليه الدولة لرعاية الأشخاص ذوي الهمم حيث تم إنشاء عشرين مركزا لخدمة ورعاية طلاب ذوي الهمم بالجامعات الحكومية والانتهاء من الموافقات الخاصة بسبعة مراكز أخرى ليصبح في كل جامعة حكومية مركز لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الهمم